من ضمن الصفقات الحقيقة وخليني قبل من روح الصفقات السعودية وصفقة هتبقى من العادة تقيل جدا يعني لكن خليني أقول لحضراتكم قصة الدولي الممتاز بها اللي كان الحقيقة تم الاستقرار عليه حضراتكم يمكن عشان ناس كتير ما تبقاش عارفة الدولي ده كان بيتلعب بنظام مجموعات ثلاث مجموعات متأسمة من مجموعة القرية ومجموعة الصعيد ومجموعة بحري بيتنافس فيها عدد كبير جدا من الفرق وبيتوج بكل مجموع لقب أو بيفوز بكل مجموعة فريق واحد بيصعد مباشرة للبطولة الدولي الممتاز مفترض أن احنا ويمكن نقشنا ده أكتر من مرة وبدأتا من الموسم الجديد هتغير شكل المسابقة وتبقى شبه بطولة الدولي الممتاز اللي احنا بنلعبه هنا هي مجموعة واحدة أو يعني بطولة من مجموعة واحدة بيشارك فيها الثلاث فرق الهبطين وتأسيمة كده بين المجموعات المركز من الثاني للمركز اعتقد الخامس بحيث أنهم يكونوا في النهاية 18 فريق يلعبوا بطولة الدولي الممتاز بها ونغير بقى شكل البطولة التقليدي اللي تعودنا عليه للأسنين طويلة جدا واللي كان بيراعي دايما فكرة البعد الجغرافي لشكل أكتر حداسة أكتر تطوع يساهم بشكل كبير جدا في تطوير المسابقة دي ويساعد على أنه يطلع مواهب ويطلع عناصر جديدة في الكورة زي ما بنشوف في إنجلترا وزي ما نشوف في أغلب دول العالم لكن التفكير ده ورغم أنه طرح من زمان جدا كان فيه موجة مقاومة كبيرة جدا من الأندية اللي بتلعب في دول القسم التاني لأسباب كثيرة لها علاقة بالإمكانيات المادية وليها علاقة بالبعد الجغرافي برضو فكرة أنك إنت لما يكون عندك مجموعة في الصعيد بتقدر فرق الصعيد المينيا أسيوت أسوان ألومنيوم يعني كل الفرق اللي في المنطقة دي بتبقى بتلعب مع بعضها في نطاق حيس جغرافي معين فبتبقى الانتقالات أسهل، الصفر أسهل، التكلفة أقل وهذا ينطبق أيضا على مجموعة القناة وينطبق أيضا على مجموعة بحري لما توسع قاعدة المشاركة وتخليها على مستوى الجمهورية ده معناه تكلفة أزيد ده معناه فلوس أكتر والموارد المالية في معظم الأندية دي مش في أفضل أحوالها فكان في موجة مقاومة وعشان كده كان في دعوة لطرح أو لعقد جمعية عمومية في اتحاد الكورة غير عادية للمطالبة بإبقاء المسابقة والبطولة على ما هي عليه منذ سنوات والحقيقة برضو خلييني أقول لكم أنه اتحاد الكورة رفض ده وأنه الجمعية العمومية دي لن تنعقد ومفترض أنه يكون فيه اجتماع ودي كده فيه والحقيقة كمان أن لجل الأولمبية رفضت الفكرة دي وكان مفترض أنه فيه اجتماع ودي لمناقشة إزاي ممكن البطولة تتعامل بشكلها الجديد فيه وعد أو فيه تصريحات بلاش وعد فيه تصريحات من المسؤولين في اتحاد الكورة أنه مع إقامة البطولة بالشكل ده هيكون فيه زيادة في الموارد زيادة فيه المبالغ المتعلقة برعاية الفرق اللي بتشارك وبالتالي هيكون فيه مصادر تمويل جديدة تقدر تساعد الفرق على تحمل تكلفة مشاركتها في بطولة بالحجم ده بس اللي أنا عايز أفهمه الحقيقة مفترض يعني مفترض أنه طبوح أي فريق بيلعب فيه درجة رابعة درجة تالتة درجة تانية أنه يروح في النهاية يلعب في دوري ممتاز يعني أنت أساساً بتشتغل أنت بتلعب عشان توصل تلعب في دوري ممتاز ده الطموح الطبيعي أو ده التفكير الطبيعي لأي فريق بيلعب كرة في مصر حتى لو كان فريق درجة رابعة بيشارك النهاردة في درجة رابعة عشان أملاً في يوم الأيام أنه يوصل يلعب فيه ده قمة التموح يعني يلعب في الممتاز وليه لأ لو خد بطولة زي بطولة كاس الرابطة أو بطولة زي بطولة كاس مصر مش ده السياق الطبيعي الأين دي بيلعب كرة في مصر طيب إذا كنت أنت أساساً معترض على إقامة شكل البطولة بالطريعة دي طيب إنت إزاي بتفكر تلعب في الممتاز؟ يعني إزاي بتفكر أو إزاي حاطة هدف قدام عينك أنك في يوم الأيام تلعب في الدوري الممتاز هتتحمل إزاي فطولة تكلفة المنافسة أو المشاركة في بطولة زي بطولة الدوري الممتاز فالسؤال هنا هي الأندية دي بتلعب ليه؟ يعني الأندية دي عايز الدوري يكمل بالشكل النمطي أو بالشكل المجموعات ده ليه؟ وإيه الهدف من البقاء أن أنا أفضل سنين و morning و time بلعب في دوري الدرجة التالتة أو في دوري الدرجة التانية وما فيش طموح أو ما فيش هدف أن أنا أروح في يوم الأيام للدوري الممتاز على كل أحوال خلينا نشوف برضو ونسمع كل وجهات النظر المختلفة هنقش القصة دي وإن كنت الحقيقة شايف أو مش أنا اللي شايف أغلب الخبراء الحقيقة شايفين أنه ده إضافة كبيرة جداً للكرة في مصر وهيساهم بشكل كبير جداً في تطور عملية تفريخ عناصر جديدة إحنا حتى الدوري الممتاز للكرة عندنا في مصر يعني إحنا بنتكلم عن 18 فريق ميزانيات ما شاء الله أنا ممكن أقول لحضراتكم ميزانيات جبارة تم إنفقها على فرق كانت بتنافس على الهروب والهبوط أنا بكلمكش على ميزانيات جبارة لفرق بتنافس على البطولة أنا بكلم حضرتك عن ميزانيات بعشرات الملايين صرفتها فرق كانت لغاية أسبوعين ثلاثة من قبل نهاية المسابقة بتحاول تهرب من المراكز المؤهلة لمغادرة البطولة وبالتالي حجم الإنفق كبير جداً ورغم كده تعالى كلمك على إنك أنت كمتابع أو كجمهور تطلع مثلاً 10-15 اسم جداد ظهروا الموسم ده وتقلقوا ويصلحوا الارتداء تيشرت منتخب مصر لما يجي ميستر روجيرو ميكالي أو ميستر روي فيتوريا يكلموك على قيمة المنتخب لو طلعوا 3 أو 4 أسماء جداد يخشوا قيمة منتخب مصر يبقى ده إنجاز عظيم أختم بخبر عن جريزمان وأعتقد أنه جمهور الكرة في مصر النهاردة عينوا عن نسخة الجهام الدوري السعودي يعني هيبقى بتابع الدوري المصري بحكم انتماء أو التشجيع الواحد من الأندية المصرية لكن كمان هيشوف إلي بيحسن كل النجوم اللي راحة السعودي